اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير مقابلة افرا سرات اغلو مع الصحافة بعد استلمها جائزة افضل ممثلة حيث قال لها الصحفي مرحبا سيدة افرا كيف حالك قالت افرا انا بخير مزاجي في مكانه قال الصحفي لقد جمعتي كل الجوائز وستحصلين على جائزة اوضل ممثلة وجائزة اوضل مسلسل وجائزة اوضل ثنائي ماذا تودين القول ردت افرا انا سعيدة جدا لان اخذ جائزة من الجامعة هو شرف كبير لي في كل مرة ااخذ جائزة من الجامعة اكون سعيدة للغاية قال الصحفي ستأخذين جائزة للمسلسل وجائزة اوضل ممثلة وجائزة اوضل ثنائي لقد اخذتي كل الجوائز وضحكت هنا أفرا وقالت نعم لقد أخذتها جميعها شكرا لك أنا سعيدة للغاية قال الصحفي لقد حصلتي على العديد من الجوائز عن مسلسل طائر الرفراف هل قمتي بعدهم؟ قالت أفرا كلا لم أقم بحسابهم يعني أنني لا أقول لم أحسبهم لأنهم كثيرين ولكن لم أفكر بهذا الشيء لغاية الآن لم يطرح علي هذا السؤال من قبل أنت الآن تطرحه علي لأول مرة قال الصحفي كيف كانت حياتك الجامعية؟ قالت أفرا عندما كنت طالبة كنت ناجحة وجيدة ولكن عندما قمت بالتمثيل وهذا كان في أسكي شهير كان علي أن أتوقف عن الدراسة ولكن إن شاء الله سأقوم بالاستمرار بها قال الصحفي هل تفكرين بإكمال دراستك؟ قالت أفرا بالطب أفكر إن شاء الله بعد أن ينتهي طائر الرفراف وينتهي الموسم الثالث بعدها سأكملها قال الصحفي بعد أن ينتهي الموسم الثاني هل لديك عمل في الصيف؟ قالت أفرا كلا سأرتاح أنا متعبة يجب أن أرتاح قليلا قال الصحفي اخبرينا عن ملابسكي لليوم كيف استعديتي؟ قالت أفرا لقد استعديت معاها كان يلضرم وأردنا أن يكون شيء مناسب للجامعة وشكرت أفرا الصحافة ودخلت لمكان الحفل شكرا للمشاهدة نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد إلى اللقاء